اشتركوا في القناة احيانا من الناس الذين يضيفونه وبالتالي سوف يزيد وزننا اليوم رازان تحدثنا كيف نحافظ على وزننا بالأعياد اهلا سهلا فيك رازان كيف حالك؟ ماذا اخبارك؟ كثيرا خصوصا بالعيد وانا اعتقد انه عند الناس اعياد عليهم عندما اضيف لازم انا انا اكل هذا جزء من الاسترس الذي يضع المجتمع على الأشخاص. لأننا ليس فقط نضيف. نضيف ونجد أن نكون مضيفين. نجد أن تأكله وإذا لم يأكله عيب. من الزوق أن يجب أن يضيف وكأكل العيد. يجب أن يأكل على قليلة لو أطع. فأنت أكمل بيت بردك أن تزوري. وأن أدريك أن تأكله وأن تنصحي. الآن خاصة في موسم الأعياد تستمر. هذا ما يخاف منه أكثر. العيد وملحقاته تستمر أكثر. لأننا في جو كريسماس والعيد سنحكي أكثر عن هذه الأشياء. فتلاقي أن هناك عشاء قبل اليوم. عندك غدا يوم العيد. عندك ممكن حدا تاني يعزمك. وحفلات الأطفال تكتر الأيام. لأنها ليست فقط أن تذهب إلى اليوم العيد. بالحكس. يجب أن تتعب عليها. والأكثر الأشياء يخاف في فترة كريسماس. أنها تكون جاية على بداية السنة. وهنا الناس يبدوا يقنعوا حالهم. أنا أول السنة أبدأ. أول السنة أكمل. خلاص هلأ أخرباش وبأكمل دايت. وهي أكبر شيء غلط ممكن الشخص يعمله. ليه؟ لأنه زي ما قلنا إحنا أنه إنتي لما تضلت أجلي. عم تعطي لحالك لسه مجال أنك تاكلي أكتر. وتخربشي أكتر. فالأفضل دايما أنه حتى لو أنا اليوم خربشت وأكلت زيادة أكتر. ما أحط الهدف تبعي هالقد بعيد. لأنه ممكن تبدأ السنة وأنا ما أرجع لسه كمان ألتزم. فبكون قطعت شهر كامل تقريبا عن حتى الأكل الصحي. وأكلت أكتر أنواع أكل أنا ما لازم أكلها. فلازم دايما نكون عارفين إنه إيش بدي أعمل. إنه إذا أنا اليوم خربشت أوكي بذبت بكرة. وهاي برضو كمان فيها تريك. لأنه برضو أوكي اليوم بتعشت كتير منيح. بكرة بركض على التردمل نص ساعة زيادة. بس استيل أنت حتى لو ركضتي على التردمل نص ساعة زيادة. إنه نص ساعة زيادة اللي أنت عم تركضيها على التردمل ما عم تحرق فيها شي كتير. بلس إنه إحنا عم نحكي عن التأثير أكتر على الصحة. على القلب على الشرايين على الناس اللي عندهم سكري. الناس اللي عندهم أمراض معينة. أو حتى بشكل عام على الأكل الصحي. اللي إحنا أدعى منحاول كل السنة ندعي إنه نلتزم فيه قد ما بنقدر. فإحنا منعرف إنه فيه تحدي كبير بفترة الأعياد. لكن هذه واحدة من الأشياء كما أنه لازم نكون منطقياً. كيف هلأ بنقدر نحافظ على وزننا بالأعياد؟ كيف نقدر إنه مثلاً لما أضيف إيش أسوي؟ دائماً بتبدأ أول أول إشي مايس بالتخطيط. يعني نحنا دائماً بدرجيم قد دائماً نركز على أهم من إيش تاكلي. الأهم إنه أنت تنظمي كيف بدك تاكلي. ونفس الشي بفترة الأعياد. يعني أنا بقعد أنا وحالي شوي هيك مثلاً. مثلاً بفكر إنه أنا أول شي أو حتى الناس اللي عم يجوا عندي على العيادة هلأ. بتعرفي بيكونوا بدين ببرنامج رجيم. وبتيجي فترة الأعياد. سواء مثلاً زي لما إيجا رمضان أو حتى عيد لك رسمس. بتقول لك أكيد أطعت. إيش أنا بخطت. بخطت إنه أنا شو عندي بهذا الأسبوع المناسبة. يعني أوكي فترة العيد والإعياد شو عندي. عندي عشا. أدي عشا عندي. أدي غدا عندي. وأحاول أفكر شو نوعية الأكل المقدمة عندي. يعني مثلاً أنا عندي عشا الكريسمس إيف. وعندي غدا الكريسمس داي. الكريسمس إيف وين موجود. وإيش نوعية الأكل. هل هو موجود ببيت. ومعادة إذا أنت موجودة ببيت. ممكن تعرف في شو نوع الأكل الممكن يكون مطبوخ. حتى لو ما سألتين الناس. حسناً إذا نعطي مثلاً أمثلة عملية. بالكريسمس إيف أو ليلة الكريسمس. اللي هي بتكون ليلة 24 الشهر. بالضبط. دائماً الناس تعمل تركي. بالضبط. أو الديك الرومي. فإيش وضع الديك الرومي. ممتاز. وضع كتير ممتاز. التركي أو الديك الرومي هو الطبق الرئيسي دايماً اللي بيكون بليلة الكريسمس. التركي أول شي هو بروتين. يعني زي الجاج زي اللحمة مثلاً زي الأسماك. أخفت الدهون فيه. كاللحم التركي أو الديك الرومي. لكن أمتى بتصير المشكلة؟ بتصير المشكلة بطريقة الطبق. وبالإشياء المصاحبة. يعني أكيد ما فيه سفرة بتحط بس تركي. طبعاً. فرح يكون فيه إشياء حواليها. وهون أجين برجع بقول التخطيط. إنه أنا في تركي قدامي. وفيه أطباق تانية قدامي. أول إشي بعمله لازم أطلع السفرة. إنه أطلع أيشي الإشياء اللي موجودة. أحدد ما أريد أكل. لأنه أكيد رح يكون فيه ثلاث أصناف. من مين كورس. من سالد. وإذا فيه سوب أو أبتازز أو أشياء تانية. فدائماً لازم ألقي نظرة على الأكل لأنه موجود قدامي. وأقرر ما أريد أكل. فحتى التخطيط إيجابي لحظة الوجبة. فيه سلطة. فيه شوربة. مثلاً فيه التركي. فيه إشي بالماكرونة. إشي بالرز. هون أنا بقرر ما أريد أكل. لماذا لازم أقرر قبل؟ لأن إذا لم أقررت رح وانس أقعد على الطاولة. أمي رح تدويقني شوي من هاي. صاحبتي حتدويقني شوي من هاي. رح أصفي دايقة كتير أشياء. وهون دايماً كتير بقول للناس. إنه استعملوا الكالوريز تبعتكم بذكاء. بمعنى إنه إذا أنا أكلت إشي. وما حبيته. قدين إحنا ضد إنه نكب الأكل. بس بهاي اللحظة أنا بقول لسه أمي من صحنك. ولا تقبيب معتك. أول شيء ليه. لأنه إذا أنت مش كتير مستمتعة فيه. رح يضل عندك شعور إنه أنا لسه بدي أكل. لأني ما حبيته هذا. فكأني ما أكلته. يعني كأنه إلتغي أنك أكلته. بس أنت أكلته في معنية. بس أنت أكلته بدي أعبي معتك. فأنت هون أكلته لا. عشانك دايماً يفضل إنه ندوء كميات صغيرة. يعني بحط بصحني لقمة صغيرة. إذا طبق نوعه جديد مثلاً. وبشوف إذا حبيته أو لا. بعدين بحط. وبرضو بقرر إنه بعدين بحاول مثلاً. أنا بدي أكل هذا النوع وهذا النوع. وبحاول أعمل توازن. يعني ما أناقي كل إشي يكون مألي. ولا أناقي كل إشي يكون كريمة. أصلاً أنت لا إليك ما رح تحبي تأكل كل إشي مألي. رح تتألي وتحسي أنك ما انبسطت بالأكل. لأنه نفس النكهة تقريباً. بحاول أناقي مثلاً إذا كان إشي فيه كريمة. أحاول أخذ كمية قليلة منها. وأخلي مثلاً الإشي اللي معه خضار أكتر. يعني التركي دايماً بيجي معه الخضار المسلوقة. ودايماً هي اللي بتبقى. فلا هنا نحن نحاول أكتر. نأكل أكتر من هاي الخضار. نزيدها أكتر بصحننا. ما ننسى كيف شكل الصحن لازم يكون نص خضار. والربع الربع التلت التلت تقريباً يكون النشويات والبروتين. فما أنس هذا التأسيم بين صلطة وبين خضار وطبوخة. والأنواع اللي أنا بدي أخطارها كمان. فهون أنا بكون ما أكلت كتير زيادة. هلأ أشي تاني كمان بعملوه ناس ميس. ويمكن ما بعرف زي ما تعمل لي أو لا. بس على الأغلب أنه أنا عندي عشا اليوم ما بدي أتغدى. هذا السؤال هلأ كنت أسألك. سبقتك. سبقتيني. أنه عندي عشا اليوم ما بدي أتغدى. هذه غلطة. الغلطة لأنه أنتي أعطيتي لحالك أو سمحتي لحالك. أعطيتي لحالك المجال. أنه أنا فيني أكل أكتر لأنني أنا مش متغدية أولاً. لما تعضي على سفرة وأنتي جعاني. الوعي تبعك لاختيار الأطعمة رح يكون كتير قل. ورح تصير إنه أنا ما أكلت الظهر. بقدر أعمل دبل الكالوريس تبعتي. وهنا ببدأ الغلط لأنه بتصيري أكلتي أكتر من طاقتك. معتك ما رح تهضم حتى الأكل كفاية. ولا رح تقدر تلحق على الكمية هاي اللي أنتي بدكيها. فدايما أوكي ما تتقلي بالوجبتين. لكن خلي وجبة خفيفة حتى لو تتقلي. لازم نتغدى. يعني حتى لو إحنا معزومين على عشا لازم نتغدى بس بكمية قليلة. بكمية قليلة. أو بحاول أنتبه للنوعية اللي بتغدأها. ما تكون شي كتير تقيل. ممكن تكون خضرة. ممكن تكون أخذ صحن سلطة. وأنا رايحة على العشا كتير مرات بنصحهم أنه خذي حبة فواكه. بتسد جوعك شوي. ما بتروحي كتير جوعاني. مهم. بالضبط. أشي تاني كمان لازم نتذكره كتير بالعيد والأعياد. أن العيد. أو أعدة العشا كريسمس. ليس الموضوع طبعها الأكل. الموضوع طبعها الجمعة. الموضوع طبعها التواصل. فخليني أتحدث. إذا ناس أغراب. معزومين. خليني أبدأ أعمل حركة اجتماعية معهم أكتر. أني أتحدث معهم. أتحدث أكتر ما أأكل. فهون أنا بكون استمتعت أكتر بالقعدة. من أني قمت عن السفرة وأنا متألة قد ما أكلت. وما أعرفت ولا حدا جديد. وبعد السفرة كمان بيكون في مكسرات. وبعد السفرة الحلويات. وبعد السفرة الحلويات. بالضبط. فعشانك دايما نحاول أن نستمتع بالقعدة. أكتر ما يكون هدفنا الأكل بالدرجة الرئيسية. طيب هلأ رزان يعني عم بخطر عبالي أنا الديك الرومي. في طريقة عمل للديك الرومي. بتكون ما فيها مثلا كتير سعرات حرارية. نقدر نسيطر عليها. كيف نقدمه بطريقة. إنه مش كتير إحنا يزيد وزنه بهذا العشان. هلأ هو بشكل عام الديك الرومي. بتقدم مشوي أو مطبوخ بالفرن. هي السوسز اللي بتنحط جنبو. هي اللي بترفع أكتر من سعراته. عادة مثلا بيتقدم معه الكرانبيري سوس. أو مرات مشروم كريم بابر سوس. هاي الأشياء. ننتبه هون للسوس اللي احنا منضيفها على الأكل. مثلا الكرانبيري سوس تعتبر السوس كتير هالتي كتير صحية. لأنه كرانبيري. أو حكينا عن أوتوت البري. أدي غني بالمواد المضادة للأكسا دي. أدي غني بالمواد حتى اللي بتحمي كتير جسمنا. بس كمان فيه سكر. فلما بدي أخذه ما أتعدى مثلا المعلقة على الطبق تبعي. هون بيكون. وبالعكس اللي سأنا بقولهم اللي. بيكون فيه تركي ركزي على التركي. كل التركي أصلا لأنه هو أقل السعرات. وأقل حتى أدمن طباخ لأنه هو حجمه كبير. قليل ما يكون مطبوخ مقلي مثلا. أو منضف له كتير اشياء. على الأغلب مشوي. بس اللي بتتقدم معه. هي اللي بدنا ننتبه. قديم ناكل من كل اشياء منها كمان. طيب هلأ بموضوع الكوكيز أو الكعك اللي حلو. الشوكولاتة اللي منتضيف فيها عند الناس. أو حتى بالبيوت أنا بحس بالعيد يعني. أنا كثير بأكل بالعيد هفكرة. دائما لأنه دائما قدام عيونك بمتناول الإيد. حتى عندما يجع عندك ضيوف تصير أنتي بتضيفهم تأكل معاهم. مزبوط. فأحكي لنا كيف نقدر إحنا. أحنا أول إشي منحاول نعمله دائما. إنه أكيد بالعيد ما فيكي تأفويد. إنه ما تكون مثلا صنية الشوكولات والكوكيز محطوطين على السفرة. نعم. لكن إحنا دائما بحاول تلمت ميسير. إنه أنا بحدد لحالي. أنا أوكي هدول الكوكيز بنعمل بس بهاي الفترة. ما بدي أحرم حالي منهم كمان. بس بنفس الوقت ما بدي أكلهم بطريقة اللي كتير تكون غلط. بحدد إنه مثلا أنا عندي توكوكيز بدي أكلهم باليوم. أو وحدة مثلا. فأنا بدي أكلها بأوقات معينة. خلاص أنا محددة الوقت اللي بدي أكلها فيه. ما حرمت حالي. فأنا شعوري من جوه ما بيضل إنه بدي أكل. لأنه خلاص. خلاص أنا محددة الحالي. بدي أكلها. بدي أكلها. بدي أكلها. بدي أكلها مؤدل الطبيعي يعني تنتين. ما يتعدل. ما يتعدل. لأنه نحن منقول دايما السناك ما لازم تتعدى الميت كالوري. ومعظم السناك تبعت اللي كريسمس فيها أكتر لسا من هاي السعرات. فعشان هيك لو بدي أخذ بأخذ مثلا إطعة. وبحاول أكتفي فيها. وإلا إذا صار فيه أكتر مغريات. ممكن أخذ إطعة تانية. وأحاول دايما إذا بدي أقسم الكوكي كوكي. حجمها صغير. بس إذا فيه كريسمس كيك أو فيه البودينج أو المنست باي. إنه حاول الآن ما بقدر أقسم أو تشير. يعني كتير مرات إنه أنا بدي أكل وإنتي بدي أكتلي. طب لا تشيرت أحسن ما أنا أكل وحدة كاملة. إنه بكون أنا خففت من السعرات. وبنفس الوقت ما حرمت حالي من النكهة اللي أنا جعبالي أكلها بهذا الموسم. السؤال دائما يعني إحنا مننصح كل الناس. وكل الناس بيقولوا لك إنه إحنا بدنا ننحاف. وأنا بس مش قادرة أسيطر على الحالي. فشو الحل رزان بهذا الموضوع؟ السيطرة هي السيطرة بالعائل. نتذكر دائما إنه حتى أنا أسيطر على الأكل. لازم أفكر أكتر قبل ما أكل. يعني هي اللحظة بين إنه بدي أكل أو ما بدي أكل. أمد إيدي وأكلها هي الخطرة. فعشان هيك دائما لازم الواحد يحكي مع حاله. وما يحط أبعاد كبيرة. إنه لا أنا ما رح أكل كوكي سكل العيد. هنا غلط. لأنه أنا حطيت بعض مش منطقي. لأنه أنا رح أكل. ودفنت لي رح أكل. فأقول إنه أنا بدي أكل. بس أنا بدي أحدد أكلي بهاي الحالي. هنا بيبدأ أكتر. بعدين نستمتع بالإشي اللي إحنا عامنا أكله حتى يشبع الشهية اللي عنا كمعان. والتوزيع كتير ضروري. وما أحط إنه أنا الأشياء الخاطئة. إنه أنا بلعب رياضة رح أعودهم. ما أنا ما أفطرت اليوم بأكل ثلاثة كوكيز. ثلاثة كوكيز في هون سعرات أكتر من الفطور. ورح أصفي أنا جوعاني باي دا تايم بيجي الغداء. وبأصير ما أكل أكتر. فما أطلع من الروتين اللي أنا موجودة فيه. أظل محافظة على الفطور غداء عشا تبعي. والسناك. بحدودية. وإذا كنت معزومة عندي الناس اللي هو أول سؤال. سألتيني إياه كمان مايس. هنا بيبقى إنه لما منطلع من عيد. والكل يضيفنا. أيضا أنا بكون مخططة. أنا رايحة عند أربع بيوت. عشان عايب أكسفهم مثلا. عندي هذا البيت وهذا بدي أعيد عليهم. فبحاول أحدد إنه بهذا البيت. مثلا رح أكل حبة الشوكولات. أو أخذ حبة الشوكولات. لأنه بتقدر تحمليها معك ما تكليها. بهذا البيت ممكن أكل البسكوتة. بهذا البيت ممكن يتفهم وإنه خلص عن جد. أو ممكن إذا ضيفنا الشوكولاتة إنه مجدروني ناكلها. بالضبط. يعني عادي منخليها بشكلتها. أخي أسهل إشيء إلا بعدين. يعني هيك يعني عيب. إحنا من باب الزوق لازمنا أخذها. بالضبط. بس مجدروني ناكلها. في عنا اتصال. إذا نأخذ هو أول اتصال وآخر اتصال لليوم. تغريد هلو. مرحبا. أهلا وسهلا. أعطيكو العافية. الله يعافيكي أهلا وسهلا. وأنا موضوها كثير بايدة عن العياد. مش مشكلة. بعيدة عن العياد. طيب. طيب. وإنتي سعلم يا رب. شكرا إلك. أنا بتأثر أنا كثير محيفة. ونسي أنصح. وبيأكل. وبقصت المجباد. وبفكر. بتغدب. بتعشة. بس مع ذات طمعي. وز كثير قليل يعني أنا وز 42. أوكي. فحصتي أول شي تأكدت إنه ما في أي سبب لنقصان وزنك؟ لا لا. بسرعة بأشبع يعني. أوكي. أوكي. طيب. كمان السنة متجوزة قالوا يمكن بعض الجهزة انصحة. بس برضه ما أضطر. أوكي. طيب تغريد في أي سؤال؟ لا. بس أنه يعني حابة يعني أنصح. يلا اسمعينا. اسمعينا من التلفزيون تغريد. شكرا. طبعا نصحة عكس ما ما كنا عم نحكيه. بس ستل ما منقول ننصح إنه ناكل كتير أكتر وكميات كتير أكبر وأشياء مش صحية. ممكن ما رح أشرح لها كتير لكن رح أقول لتغريد إنه في على اليوتيوب حلقتين عملناها مفصلة نحكينا عن زيادة الوزن. وفرجينا من يؤكل كمان عن زيادة الوزن وكيف الأكل بقدر أزيد فيه السعرات الحرارية. بطريقة ما تعطيني الشعور بسرعة وبطريقة صحية. بعنوان زيادة الوزن. فزيادة الوزن تحت رزان شبحات بدنيا يا دنيا موجودين حلقتين عن زيادة الوزن إذا تغريد تحب تشوفهم أكتر كمان. رزان شكرا إليك وكل سنة وانت سالمي. رح نحاول نسيطرة حالنا. نظر ما يحدث معنا بعد اليوم. شكرا إليك رزان. إذا منروح على فاصل ومنرجع معكم مع لجنة حكام عرس إفرست ومع ديالا خليكم معنا.